الرابع والخامس. احنا قلنا ما بين الشوطين. الخامس كمال رائح. مصطفى فاوز يقولنا ما بين الشوطين يعني هو ناقصه يتوق بهدف. اه. فهو الحقيقة هو توق بهدفين يمكن هو رد علينا. بص الهدف ده. اتلينا الهدف الخامس. اتلينا الهدف اللي زي بتاع كريستيانو ده والنبي. الهدف الخامس. اللي هتقول ده بقى لو كان حدي تاني جابه. كان زمان دلوقتي مصر كلها قامت معاديتش. ايه. ايه والله. اه كابتك. كان زمان واصل كلها عاديت معاديتش. قال لك بص الجنب ده خمسة متر. ايه. يعني ممكن بلجنب اتنين متر ونص ايه. 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 قال لك بص الجنب خمسة متر وده بتحصل بس في بلاد الوكواك. اتبالك. فما يكون عندك لعيب الامكانات والقدرات. ايه. بص خد بالك سما كمان الجنب هو واقف. مش برجل واحدة. اه. بالسبال. 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 يعني طالع اعلى من الجول. اه. طالع مريح كمان يا كابت. طول الجول مع ايده اللي مرفوعه. اه. اعلى منه. الكابتن حشيش منابلها بيقول لي نفسها مصطوفى فوز يستغل طوله. اه. 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 طبع. 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 بص هنا. طالع اعلى من ايد الجول. اه. تمام? ما شاء الله يعني حاجة حاجة الحقيقة لو حافظ على دي. اه. يعني دي يأكل عيش ناس كتير. اه. فلو حافظ عليها. بص الجم تقني بالبطيء كمان. اه. ما شاء الله. انا كيف معاكم. ما شاء الله خامة مميزة. اه طبع. مصطفى فرد.